من ها البناية يرتفع صوت اليقين خلي لك ويانا أثر طول السنين جد عظيم الصدق بيت الحسين جد عظيم الصدق بيت الحسين ساهم وخيذ باسمك سهم بالآخرة ترفع علم ساهم وخيذ باسمك سهم بالآخرة ترفع علم جد عظيم الصدق بيت الحسين بيت الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية الثانية من كربلاء المقدسة ومن بين الحرمين الشريفين نرحب بكم في برنامجكم الجديد والمتجدد المتلق دائما بيت الحسين حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم ومساء الخير مساء العافية عليكم على كل من يسمعنا ويشاهدنا عبر هذا المنبر المبارك مثل ما عودناكم في كل حلقاتنا خصوصا في هذه الحلقة إن شاء الله راح تكون زيارتنا هي زيارة لأب الفضل عباس سلام الله عليه باب الحوائج لقضاء حوائجكم تعالوا ويانا إن شاء الله بهذا النقل المباشر لضريح المولى أب الفضل عباس اللهم صل على محمد وآل محمد سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتظم فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعنت فنعم عقب الدار لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفراد أشهد أنك قتلت مظلوما وإن الله منجز لكم ما وعدكم يا سيدي يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا باب الحوائج جعلنا حوائجنا هذا اليوم وهذه الساعة وهذه الليلة بين يديك لقضائها ونجاحها إن شاء الله بحق محمد وآل محمد يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدي يا مولاي يا كفيل زينب عليه السلام إن شاء الله زيارة مقبولة وأجر ثابت وهذه النظرات لضريح المولى أبا الفضل العباس نظرات مباركة نظرات مسددة إن شاء الله منظورة من قبل الله سبحانه وتعالى وصاحب المقام وصاحب القبر المقدس صاحب القبر الشريف إن شاء الله حياكم الله أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من بيت الحسين وإن شاء الله في كل حلقة نتحدث وياكم عن موضوع مهمة ترشدنا وترشد كل من يستمع وكل من يشاهد شيء أكيد أحيانا الإنسان يحتاج إلى تذكير إلى ممكن أنه كنا نعرف بعض المصطلحات وكنا نعرف بعض الأمور التي تكون لما يكون في داخل الإنسان هذه الصفة الحميدة أو هذه السجية يكون إنسان مهتد إنسان صالح إنسان يثاب على كل أعمال ويؤجر لكن مرات مشاغل الحياة مشاغل الأسرة تجرف هذا الإنسان إلى مطبات كثيرة وإلى يوصل بحيث الإنسان أحيانا إلى الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى عن الابتعاد على نهج أهل البيت سلام الله عليهم اليوم أريد نشوف كيف يكون الإنسان مهتد وكيف يكون الإنسان مهتدي إلى طريق الحق طريق الصواب الطريق المستقيم اللي أهل البيت عليهم السلام تحدثوا بهذا الأمر وهناك أيضا كثير من الروايات نصت على هذا الأمر كيف الإنسان يكون مهتد في حياته يعني يكون إقباله لله سبحانه وتعالى تكون علاقته مع الله سبحانه وتعالى علاقة قويمة علاقة شديدة لذلك الإنسان كلما نمت هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى طبعا في كثير من الطرائق في كثير من الوسائل تصنع هذه العلاقة العظيمة وهذه العلاقة الوطيدة مع الله سبحانه وتعالى ولننسى أهل البيت هم أفضل الطرائق وأهدى السبل للارتشاد نحو الله سبحانه وتعالى وسلوك طريق الرشاد خلنا نشوف اليوم بكثير من الروايات ويمكن اليوم خلي نتحدث باللغة اللي دارجة فيما بينتنا اللي نسولف بيها اللي يكون فعلا الإنسان كيف يهتدي وكيف يكون الحسين عليه السلام خيرهاد للأمة مثل ما كان الرسول الأعظم جدي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان هو الهاد للأمة بعد الضلال وبعد تعمقها ورسوخها في الغي وفي الضلال اللي كانت تعيش فيه هذه الأمم لكن جاء خيرهاد لهذه الأمة العظيمة وأصبحت أمة محمد هي خير الأمم وأعلاها مرتبة ومقام عند الله سبحانه وتعالى وأيضا في عيون الأنبياء والأوصية إذن كيف يكون الحسين خيرهاد لنا كثير من المعاجز وكثير من القصص اللي وضحت أنه الإمام الحسين هو خيرهاد للناس لكن الشخص اللي ينهدي على طريق الرشاد والصواب هو هذا الشخص سبحان الله مثل ما نقول في كلامنا الدارج الله يحب اللي الله يهدي واللي الحسين يهدي الله يحب ويجعل من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل الجنة أيضا فرب العزة يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون هذه في سورة الحج آية 77 في هذه الآية الكريمة نشوف أنه الملاحظ في الأمر الإلهي للإنسان بفعل الخير جاء بأمر رب العزة سبحانه وتعالى بعباده لذلك نشوف هناك أحيانا تكون طرائق وأساليب مباشرة من السماء إلى هذا الإنسان المؤمن وأحيانا الله سبحانه وتعالى يهدي البشر إلى طريق السوا وإلى طريق الحال عبرة واسطة واليوم الحسين عليه السلام هو واسطتنا مرات نتمنى أن نكون مثل فلان ومثل فلان من الناس مثل ما نشوف أنه نقرأ في التاريخ كثير من القصص وكيف كان بعض الأشخاص اهتدوا بالحسين عليه السلام وأصبحوا مثال لهذه الهداية ومثال للخير إذن بالحسين يهدى كل ظال واليوم خلي نحكي عن معجزة الشاب قاسم اللحام اللي كان مهنته هو بهذه المهنة الدارجة وموجودة في واقعنا حقيقة هذه المعجزة طبعا معجزة جدا عظيمة حدثت لهذا الشخص لكن الغريب في هذه القصة اللي إن شاء الله راح نسردها على أسماءكم مشاهدين الأفاضل كان الغريب بالأمر أنه قاسم كان إنسان ظال غير مهتد وغير سوي في حياته ناخذ الاتصال وبعد الاتصال إن شاء الله نسولف عن قصة الشاب قاسم ناخذ الاتصال سلام عليكم أهلا وسهلا بكم يا أم حسين حياكم الله وأهلا ومحب بكم متباركين إن شاء الله أيام مباركة أيام سعيدة عليكم إن شاء الله ذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حبيبتكم إن شاء الله الله يحفظكم إن شاء الله ويخليكم أيديكم ربي أهلا وسهلا بكم يا أم حسين أهلا خطاكم حبيبتي الله يحفظك والأمر يحفظك حبيبتي الله يحفظك الله يحفظكم شكرا لكم على هذه الدعوات المباركة الحمد لله والله حمد لله على كل حال والله أندعي لكم ليل والنهار والله حتى هذه المكالمات أودها الأحبابي الأفرقائي ما شاء الله إن شاء الله هني أنقلكم إن شاء الله الله يجعلكم من المهتدين على نهج آل محمد يا أم حسين إن شاء الله إن شاء الله وعبر هذه التسجيلات الصوتية والاتصالات معانا أيضا يهتدى بك كثير من الناس إن شاء الله ويكونون فعلا الحسين خيره هادل لهم أيو الله فسينا نحن ما ننشى سيدي أم مولا إلى ما ننتهي عمرنا نحن إن شاء الله ما ننشى بخير الله قوت إن شاء الله عمر مديد حتى ظهور المولى المنتظر إن شاء الله يا أم حسين أم حسين يعني أنت شي أكيد يعني اللي عبر كلامكم تقولين أنه أنا أوصل هذا الاتصال مع قناتكم المباركة فإذاً شي أكيد أتي من الأشخاص اللي يشجعون على قضية الاشتراك معنا ويكون لهم سهم في قناة الإمام الحسين أيو الله أنا سجع والله دائما يعني أخواتي خواتي أولادي أو يعني الأقارب حتى يعني أودّيهم المقاطع مثل أنتم تودّوا لي مقاطع أنا أودّيها لهم وإذا ما يفيدكم بعد هذا بس رب العالمين هو يدري بنا أحسن نشوي هني أنقلكم بس رب العالمين إن شاء الله إن شاء الله إحنا على خطأ نعم خطأ أهل البيت إن شاء الله وما ننشأهم حق الحسين لا حاش أنهم ننسى أسيادنا وموالينا أهل البيت وحاشهم هم أنه ينسوننا دائماً إحنا تحت لطفهم وتحت ناظرهم إيو الله إحنا إيو الله أنا واجد يعني أشياء أشياء تحقق لي من من هذا الحسين من أجل ورا يعني أنا أطحت مرض من هذا الكورونا وما حشيت أبد ما حشيت ولا كأنما ولا كأنما حتى يقولوني أنت مصابتهم لا ممصابا نعم هني أنقلكم هني أنقلكم يا أم محسين يعني أيضاً هذا لطف من الألطاف الإلهية أيضاً هذه نظرة من الحسين عليه السلام أنه انمر به هكذا مرض والإنسان ما يشعر به هذه أيضاً رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى واجدوا تعجبين أني يقولوني أنت مصابقهم لا أنا ممصابة أنا مصابة أنا سلامتكم نعم طيب يعني أنت بهذه الحالة يا أم محسين وقلوا لك أنه أنت مصابة بفيروس كورونا وما شفت الأعراض وما تعبت ربما وما عانيتك مثل معانا الأشخاص الآخرين شنو اللي سنهابت شنو اللي خلاش توصل إلى سبب معين أنه أنت بسلامة وخير وعافية يعني شنو اليقيني اللي صار عندك شنو السبب لهذا الأمر آه يقين يعني أهل البيت أنا يعني منتلسكة بأهل البيت يعني ما ناسيتهم القرآن ما ناسيت الصدقات حتى يعني من غير ما يعني أحتي أنطي ما يزروا بأهلي أنطي ويزروا شوانا قلهم لا أنا إن شاء الله عندي إن شاء الله عندي ما شاء الله الله يزيد إيمانكم ويقينكم هنيئا فعلا يا أمام مرسين اليوم إحنا محتاجين إلى هذا اليقين هذه المرتبة من مراتب اليقين اللي الله سبحانه وتعالى مو أي شخص يعطيها إلى مو أي شخص مو أي إنسان مؤمن يوصل إلى هذه المراتب العليا من اليقين إنه إحنا تكون توكننا وتسليمنا لله سبحانه وتعالى في كل أمورنا فهنيئا إلك هنيئا إلكم هذا حظة عظيمة في هذه المرتبة والحب الحسين وأهل بشيخ محمد يعني شيء عظيم أدى الله عدلوا أي إنسان سيحي بارك الله بيكم هني إلك يا أمام مرسين أنا أريد أطلب من عندك طلب أنه بما أنه صوتك الكل يسمع الآن العالم كل يسمعه يشاهدنا أريد شو وصلين رسالة على أنه كيف نكون شركاء مع الحسين وفي بيت الحسين عليه السلام شونا تحبين السوفين وكل من يشاهد ويسمع والله أنا أقول لهم كل من يسمع صوتي أريد يعني أحب الحسين ما يتعوب ومش قد ما ننطي للحسين إحنا ما ننجاز حقه يعني وضحة وضحة بأهلي وضحة بدمه وضحة بكل الشي نحن ما ننصونا شيء أليل هذا ينصونا أليل لازم إنسان يستطيع ويباع على البعيد هذه الصدقة التي تبطي هي ليه الحسين هي ترجع إليه فعلا الحسين ليه حاجة هذه العطاعات هذه الحسين هذه دلائل على الحب ودلائل على أنه يكون الإنسان رفيق لهذا الشخص يكون إنسان موالي لهذا الشخص إذن هذه من علامات الإنسان المؤمن والموالي الحمد لله والشكر الله يحفظكم ويحفظ القناة يا رب أيديمكم إن شاء الله يا أم حسين وإلى الله يزيد يقينكم بعد وبعد إن شاء الله وإيمانكم حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم يا أم حسين وأهل البصرة وإن شاء الله عبر هذا صوتك تزداد شركائنا في عملنا هذا وفي إيصال صوت الحسين في إيصال الصوت الزينبي لأبعد نقطة في العالم إذن بعد ما سمعنا الأم حسين وطبعا أم حسين هي أنموذج من الشخصيات المؤمنة من النساء المؤمنات اللي فعلا هداهم الحسين واهتدوا بنهج الحسين وبنهج زينب سلام الله عليها ووصلوا إلى هذه المرحلة إذن هذه الطريقة وهذا الأسلوب اللي وصلنا إلى قضية الهداية وأن نكون نسير على نهج أهل البيت ويكون متمسكين بهم فإن شاء الله يا رب نسأل ديمومة اليقين وديمومة الإيمان وديمومة الهداية مع الحسين عليه السلام لأنه ما يعرف الإنسان في هذه الحياة الدنيا ما شنو تكون تقلباتها لذا نسأل من الله حسن العاقبة والثبات على الهداية واليقين إن شاء الله يلا خلينا نسولف وياكم ونقص على أسماعكم قصة قاسم اللحام مثل ما ذكرت الأمر الغريف في القصة أنه هذا الشخص كان شخص كارها للصلاة غير ملتزم لكن قاسم كان شخص مستميت بحب للحسين عليه السلام يعني مرات الإنسان يكون عنده تناقض بشخصيته يعني التناقض في الشخصية في داخله وتناقض مع شخصيته اللي يتداولها مع الناس قاسم مثل ما تقول القصة إنه كان كاره للصلاة كاره للصوم بعيدا وأجلكم الله أيضا شاربا للخمر نستجير بالله وإياكم والله يثبتنا إن شاء الله وكل المؤمنين على نهج محمد وآله محمد لكن الغريف في الأمر أنه قاسم كان دائما يحضر مآتم الحسين عليه السلام وكان قاسم يتميز بصفة في هذه المآتم في العشرة الأولى من شهر محرم الحرام كان قاسم يتميز بشخصيته أنه يحمل أكبر علم في المواكب وعرف قاسم بهذه الشخصية وبهذا الانتساب أنه أكبر علم موجود بين مواكب المنطقة آنذاك كان يحمل قاسم شلون؟ لأنه قاسم شخص ضخم مفتور العضلات قوية البنية كان أيضا في شخصيته التواضع للحسين كان دائما ما يبكى على الحسين كان يؤثر على نفسه في الخدمة الحسينية في العشرة الأولى وفي على طوال هذه الستين يوم محرم وصفر لكن في سنة من السنية أصبح الرواد الموكب الذي كان يعمل به ويخدم به قاسم تتضاءل روادة يعني لم يحضر به شخص كان سنة بعد سنة يتقل زائري ويقل خدام أو رواد هذا المأتم لكن أسياد هذه الهيئة وهذا المأتم الخدمي ذكروا لصاحب المأتم أنه صار تناقص بحضور الخدام والمستمعين للمأتم أيضا صار أكون نوع من التنافر والنفور لهذا المأتم ولهذه الهيئة فاستغربوا من السبب لكن وصلوا إلى نتيجة أن حضور قاسم الشخص الذي كان غير ملتزم الناس صارت تنفر من هذا الموكب أو من هذه الخدمة لوجود شخص قاسم لأن كل الناس تعرف أنه شخص يعني منحرف عن طريق الهداية وعن طريق الإيمان والإسلام لذا اجتمعوا في ليلة من الليالي أصحاب الهيئة على أنه يبعدون قاسم وميشلون هذا العلم يستأنفون عمل قاسم في الموكب وتجمعوا أصحاب الهيئة اللي كان عددهم سبع نفارات وفي ليلة من الليالي طرقوا الباب على قاسم ورحب بيهم أجمل ترحيب لأنهم أسيادة وأشراف المنطقة وأصحابه في الموكب وأكبر من عنده في السن فدار الكلام فيه ما بينهم وبعد ما تكلموا بحديث فاستغرب قاسم هذه اللهجة من خدام الحسين استغرب هذا المنطق منعدهم لكن مثل ما نقول هو شاطر فهم القول وذكر لهم أنهم وصلوا إلى نتيجة يستبعدون من الخدمة فقالهم أنا مو مشكلة أبعد عنكم والعلم اللي ما حدي يقدر يشيله الراية هذه الضخمة العظيمة اللي كانت أنا أمتاز بعملي يعني بيحملها تركنوها على حدة أو ربما الله يأتي لكم بشخص قوي نية ويرفع هذه الراية أو هذا العلم وفعلاً امتنع قاسم عن حضور مآتم العشرة الأولى من محرم الحرام وقضى تلك الليالي يتحسر ويتألم على خسرانه لخدمة الحسين مرات مشاهدين الكرام مرات الخسران يوصل بالإنسان ومرات اليأس يوصل بالإنسان هو إلى الهداية يعني مو كل خسارة بتكون خسارة والإنسان يوقع وينهار في حياته لا مرات الخسارة والتراجع هي باب من أبواب الهداية باب من أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى وفي تلك الليلة كانت ليلة ممطرة ليلة باردة طلع قاسم واشترى قطع القماش السوداء خلنشوف شون يساو بها قاسم جابها للبيت وأمر زوجته وأولاده يرحون للمأتم يحضرون المجالس الحسينية لكن هو ما راح يروح وياهم استغربت الزوجة هذا العمل من عنده فقالها أنه أجبرهم على الخروج من البيت فسلمت أمرها وأخذت أطفالها وراحوا للمأتم لكن قاسم شون سوا نزل في أحد سراديب البيت وسود الجدران وضع هذه القطع القماش وضعها على جدران السرداب وجلس في وسط السرداب ينعى ويبكي على الحسين عليه السلام ويلطم على رأسه وينادي يا حسين يا حسين ويلطم على كتفه وعلى رأسه ودموعه جارية وصار هو الخطيب وهو الناعي وهو اللاطم وهو بنفس شخصيته اتعددت شخصيات كثيرة في منحة خدمة الحسين ومضت الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة وكان قاسم في كل ليلة يقيم المأتم بعد خروج عائلته للمآتم الحسينية لكن الأمر الغريب هو في الليلة الخامسة من محرم الحرام رأى أحد أصحاب المجلس السبعة رؤيا في منامه استيقظ وذهب إلى صاحبه الثاني يعني في الليلة السابعة الليلة الخامسة هذا الشخص اللي هو رئيس الهيئة شاف رؤيا في منامه أفزعته فاستيقظ منه وراح ركض لصديقه الثاني اللي هم من مؤسسي هذا الموكب وهذه الهيئة فواحد بعد واحد وإذا بهؤلاء الأشخاص السبعة كلهم شافوا نفس الرؤيا هذا الأمر العجيب كل واحد من عدهم نفس الرؤيا شافها في منامه وبعد ذلك اتفقوا على أنه بنفس الليلة يتوجهون إلى قاسم خلنشوف شنو هذه الرؤية اللي جعلت هؤلاء الأشخاص اللي يوم من الأيام نحوا قاسم عن الخدمة اتجمعوا وإجوا البيت قاسم فدخلوا عليه للبيت وشافوا وحيد جالس في السرداب معلق على بيته هذه قطع السواد طرقوا الباب فدخلوا عليه شافوا واحدة قاعد هو أيضا أطرق متعجب وسألهم عن مجيئهم فذكروا جميعهم أنه احنا شفنا الإمام الحسين عليه السلام في المنام لكن بمجرد أنه قاسم سبعة هذا الخبر من عدهم انفجر بالبكاء وصار ينحب ويبكي وقال لهم أنا أيضا رأيت الحسين في المنام قلوا لي شون اللي شفتوا اخبروني شون اللي رأيتوا في المنام فقالوا لهم احنا ما راح نبدأك بالرؤية انت قص علينا رؤياك شون اللي شفت في المنام فقال قاسم جاءني الحسين الليلة الماضية في عالم الرؤية ومسح على رأسي وقال لي أنا أعتذر عن هؤلاء السبعة كان عليهم أن يحترموا موقفك يا قاسم أنا حبيبك الحسين أدعوك في الليلة القادمة للحضور إلى المجلس ولا عليك ممن يترك المجلس لوجودك فيه أنا الليلة القادمة الليلة السادسة أريد حضورك في المأتم يا قاسم لكن اللي يترك المأتم ويخرج أنت مالك غرض به لأنه أبعد وقاسم لنفور الناس من شخصه حينها قالوا السبعة هؤلاء الأشخاص الرجال الأشراف إحنا يا قاسم رأينا نفس الحلم ونفس الرؤية لكن هناك شيء آخر ذكر قاسم فقال لهم قال لي حبيبي الحسين قال لي يا قاسم لا تشرب الخمر بعد اليوم وأنا والله أطيع إمامي أنا اليوم أكون يعني ملبيا لطلب إمامي ومطيع إلى وإن شاء الله أكون من الذين اهتدوا بنهج الحسين وفعلا قاسم ترك الخمر وأصبح من المصلين فقال أنه سأكون من المصلين الصائمين ولن أشرب قطرة من هذا الأمر المحرم فذكروا هؤلاء الأشخاص السبعة لقاسم إحنا ندعوك هذه الليلة لحضور مجلس الحسين عليه السلام فقال أحضروا حبا للحسين وكأنها آخر سنة من عمري أحضر فيها المجالس يا حبيبي يا حسين وأيضا حتم على نفسه قاسم أنه بعد ما يرجع إلى المنكرات لكن في وقت اللي هو وقت استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ظهيرة العاشر من المحرم بعد ما كان قاسم يحضر كل ليلة مأتم الحسين إلى يوم العاشر إلى ظهيرة العاشر وإذا بالناس يسمعون الصياح والصراخ من بيت قاسم صوت زوجته وصوت أولاده وهي تنادي أن قاسم فارق الدنيا بعد انتاب إلى الله ببركة الحسين عليه السلام فاجتمعوا الناس وشيعوا قاسم التائب المهتدي بنهج الحسين عليه السلام شيعوا أجمل تشييع وقاموا بمراسيم العزاء فعلا تذكر القصة على ألسن أشخاص يقال إنه كإنما كانت جنازة قاسم جنازة أحد العلماء الأكابر علماء الشيعة الأكابر من الروحية اللي كانت فيها والعظمة اللي كانت فيها وحرقت قلوب الناس على شخص قاسم وفعلا كما تذكر وتقول الرواية هذه الهيئة وهذا الموكب ما زال يضعون الراية العظيمة اللي كان يحملها قاسم في هيئتهم وكانت مزار وكانت كثير من الناس أنه حسب نياتها ويقينها متعلقة بهذه الراية وتطلب التو من الله سبحانه وتعالى ومن شخص قاسم وعلى نياتكم ترزقون وتهتدون إن شاء الله هذه القصة اللي سمعتوها مشاهدين الأفاضل تكون هداية للكل فلن نعيس في الحياة لن نقول أنه إحنا عاصين إحنا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى الحسين عدنا الحسين بين طيات قلوبنا أقرب مثل ما الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد كذلك الحسين قد تربع حبه في قلوبنا وفي أفئدتنا إذن التوبة عند الحسين عليه السلام أعظم توبة وإن كانت في أيام قلائل من حياة الإنسان إذن كل إنسان يحب أن يكون مهدد وتائب خليه يقصد الحسين عليه السلام يلا خلينا أخذ الاتصال مع الأخت أمهدي من بغداد سلام عليكم ورحمة الله نعم إن شاء الله تعاود أمهدي الاتصال ويانا بعد قطع الخط نعم فإن شاء الله مثل ما ذكرنا في قصة قاسم إن شاء الله كنا نكون إحنا مهتدين ومتعلقين بالحسين عليه السلام لأنه خير هاد للأمة ولولا الحسين لما كنا على هذا الحاد نعم السلام عليكم يا أمهدي السلام عليكم بعد روحي السلام عليكم يا جلبي يا حوراء حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم عزيزي أمهدي حياة الله سيوني يا جلبي الله يحفظكم الحمد لله بخير وعافية مدام بسمع صوتكم هنيتوا هني قناتكم المباركة نعم الله يحفظكم متباركين إن شاء الله وهنيئا لكم هذه الأيام أيام مولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلي وسلم يا رب تنولون شفاعته إن شاء الله وتزوروا مقبرة في الدنيا والله هنيئا لكم والقناتكم مباركة نعم بهاي الليلة المباركة هنيئا لكم إن شاء الله الله يجعل كل أيامكم أيام مباركة أيام منظورة من قبل سيدي مولاي الإمام الحسين أم مهدي أتي من المتبرعين شيء أكيد ويانا إن شاء الله نعم طيب يا أم مهدي نعم أم مهدي يعني شيء أكيد أنه لا بد ولمزتي في حياتك بعض الكرامات بعض الفيوضات الحسينية سلام الله علي ذكرينه شيء يسير والله خير من الله كرامات الحسين ونصوية يعني كرامات ما تتحد يعني هو أيضا بس أطلب منه بعض منه الحسين عندي أريد منه كرامة يعني يعني إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا أم مهدي إن شاء الله يا رب أنا أيضا أدعولش تحت قبة الإمام الحسين يا أم مهدي إن شاء الله أدعولش عند الحسين وعند أبو الفضل عباس يقضي حاشتش إن شاء الله وتبشرينه تدعي لي اللي بنتي يفتحانا لأن واحدة من عثين ما يشوف بيها واريد من كرمات الحسين من كرمات الحسين يباوى عليها ويجب علينا بحق محمد وآل محمد وبحق هو الحسين بحق هو الحسين إن شاء الله ينور بصرة يا ربي بالصحة والعافية والأمان إن شاء الله يا ربي من الله إن شاء الله زيد بركتكم يا علوية الله يحفظكم شكرا جزيلا لكم أمهدي الله يحفظكم تحياتي لكم ولكل أسرتكم الكريمة يا ميت هلا الله يحفظكم ألف تحياتي لجنابت وحياكم الله وميت هلا بيكم يا أمهدي حياة شاء الله نعم بعد ما أخذنا الاتصال مع أمهدي خلينا ننتقل وياكم إلى المنظومات اللي نحتاجها للقناة وللبناية إن شاء الله وإتوا راح تكونون شركاء ويانا في هذه التقنيات وفي هذه كثير الاحتياجات اللي نحتاجها الألكترونية الكهربائية اللي نحتاجها للقناة وأنا ذكارة ليلة أمس إنه وإتوا راح تكونون شركاء معانا وكل متبرع راح يكون إلى سهم في القناة أو في البناية نعم خلينا نشوف البوستر أمامنا إن شاء الله على عجالة ما عدنا وقت هذه البطارية القابلة للشحن طبعا اللي نحتاجه للقناة منها تقريبا 72 قطعة سعر القطعة الواحدة مثل ما تشاهدوه هذا المبلغ أمامكم 106 دولار أيضا المبلغ الكلي 72 قطعة هو 7632 دولار هذه من الاحتياجات الضرورية للقناة اللي هي عبارة عن بطارية قابلة لأعادة الشحن 12 فولت 62 أمبير فإن شاء الله بتبرعاتكم بعطائكم تكونون شركاء ويانا تكون لكم أسهم في هذه القناة أو هذا المنبر المبارك عندنا هنانا هذا اللوح اللي نحتاج من عنده وحدة توزيع الطاقة العدد اللي نحتاجه هو 14 قطعة سعر القطعة الواحدة هو 102 دولار إما المبلغ الكلي اللي 14 قطعة هو 1482 دولار فهنيئا للي يمدون يد العون يد المشاركة معنا ويكون لكم سهم وأيضا صدقة جارية مدى عمركم إن شاء الله وبعد ممادكم بعد عمر وإن شاء الله عمر بالصحة والعافية عمر مديد يا ربي هذه القطعة اللي هو رف زجاجي أو مثل ما يسمى الراك يعني غرفة الراك اللي نوضع بها هذه الأجهزة هو عبارة عن باب أمامي زجاجي مرن مع لوحة سفلية هذه اللوحة اللوحة توضع عليها الأجهزة اللي نحتاجها للبث المباشر ولكثير من الأمور مثل ما وعدناكم إن شاء الله يكون هناك شرح في فيديوهات ملخصة العدد اللي نحتاجه هو 9 قطع سعر القطعة الواحدة 1334 دولار السعر الكلي لهذه القطع التسعة هو المبلغ الكلي 12 ألف وستة دولار ودائما نقول هنيئا لكم وكل شخص نعتبر اليوم يشارك ويمديد العون هو شريك ويانا في الثواب وفي الأجر وفي كل شيء شيء أكيد إحنا اللي وصل صوت الحسين راح يكسب الأجر ويكسب الثواب ولننسى إحنا عبر هذا الصوت الإعلامي راح نكسب ونهدي كثير من الناس إلى طريق الهداية عبر برامجنا عبر بيثنا المباشر وعبر المحاضرات وعبر التوجيهات اللي تكون دائما من علمائنا الأفاضل نعم هذه القطعة الوصول إلى ترخيص موارد هذا الكارت وحدة التحكم اللي نحتاجه هو ست قطع من هذه القطعة وهذا النموذج سعر القطعة الواحدة 375 دولار المبلغ الكل هو 2250 فهنيئا للذين يهديهم الإمام الحسين لحتى يكونون شركاء ويانا إن شاء الله في إيصال الصوت الزينبي الصوت الحسيني الإصلاحي وفعلا إن شاء الله وياكم نكون على نهج محمد وقالي محمد وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي تحيات كل الكادر إن شاء الله على أمل اللقاء بكم في حلقات مقبلة من برنامج بيت الحسين في أمان الله وحبه من هالبنا يرتفع صوت اليقين خلي لك ويانا أثر طول السنين جد عظيمة صدق بيت الحسين جد عظيمة صدق بيت الحسين ساهم وخيذ بيت الحسين بيت الحسين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر